مساء الخير اليوم نعيش أزمة نقول نعيش أزمة بوحمد وين الأزمة هذة؟ ماكو شيء وين الأزمة؟ انتوا شايفين أزمات؟ شايفين عزاء المشاهدين أزمة؟ مافي أزمة عزمة مافي كل شيء تمام لكن لا هناك أزمة وأزمة في منطقة حمراء وخطيرة جدا هي أزمة تعليمية كبرى نعيش أزمة أخلاقية نعيش أزمة تعليمية تربوية وهي أم الفضايح فضيحة الشهادات الوهمية المزورة نصدمنا؟ ما نصدمنا؟ كنا نسمع من سنين ونسمع عن الشهادات المزورة وعن الدكاترا المزورين وعن الأبحاث كابوي بيست والتي تقدم وتمشي والبحاث اللي بالجوجل أو اللي يكتبونها مستشارين معاليكم وكان الكل صامت وما حد يبي يتكلم وما حد يبي يفتح هذا الموضوع ما حد يبي يفتح هذه البالوعة ما حد يبي يفتح غطاء الفساد غطاء الشهادات المزورة التي ستؤثر على مسار التعليم يطلع لنا الدكتور المزور يعلم عيالنا الشرف والأمانة وهو الحرامي لمزور شهادته يسرق أموال الشعب ورواتب الشعب ويتكلم باسم الشرف والأمانة ويدرس عيالنا وشهاداته مزورة ولا يستحق أن يحمل هذا اللقب أو يحمل لقب أنه معلم لعيالنا موضوع تزوير الشهادات هي طامة ما بعدها طامة يا حكومة سنين وسنين الكل يتكلم عن الشهادات الوهمية والكل صامت والمصيبة أن أصحاب الشهادات المزورة حصلوا على مناصب عليا في الجهاز التربوي نتيجة الواسطة والدعم من بعض النواب السابقين وطبعا النتيجة الطبيعية التعليم هابط اليوم نسمع عن المستنادات ونشوف بعض المستنادات التي توجه إلى المسؤولين في التطبيق على أن هناك تمرير لبحوث علمية فيها شبهة تقدم للمختصين للأسف غير الشكاوي والمخالفات والاعتراضات على موضوع الترقيات في الجهاز التعليمي لمن لا يستحقون يجب أن يحول هذا الملف إلى النيابة العامة حتى نعرف هل هناك تعينات أقارب في الجهاز التعليم تخالف القانون هل هناك دكاترة حاصلين على شهادات وهمية هل هناك أبحاث مسروقة هل هناك مخالفات للأسف مركزنا اليوم في جودة التعليم الابتدائي وصل لـ 104 من أصل 140 الدولة تدفع الملايين تلوى الملايين والنتيجة تعليم هابط يجب أن يفتح هذا الملف المطلوب من الدكتور بدر العيسى وزير التربية اليوم أن يتخذ موقفا حاسما ونحيل الملف عن التجاوزات إلى النيابة العامة وأن تشكل اللجان من الشرفاء حتى نعرف من هم المزورين وهل هذه حقيقة أم لا نجب أن نعرف من هم المزورين من أصحاب الشهادات المزرور حتى يأخذون حقهم ونسترد أموالنا كل الدول المتقدمة تهتم بالتعليم حتى تطور والمعلم في اليابان يأخذ راتب أكثر من رئيس الوزراء لأنهم يقدسون المعلم لأن المعلم يبني أوطاني يبنون أجيال إذا كان المعلم فاسد والدكتور فاسد فالتعليم إذا النتيجة فاسدة أتمنى من الدكتور بدل العيسى هذا الرجل مخلص الآن وهو اللي حاصل على الدعم السياسي أن يحيل الملف إلى النيابة العامة ويبدأ التحقيق مع أصحاب الشهادات المزورة فالعاقل من لمس الجرح وابتسم وعلى الحكومة أن تتحرى وتتخذ موقفه وإلا فالتعليم للأسف سيصبح بلا قيمة وشبابنا بلا قيمة فكريا ادعو الله أن يحفظ الكويت ولا يصطح الحال إذا كان في الأصل في حال فاصل وارجع لكم